واليوم رح نحكي عن العمل الإنساني ثقافة التطوع اللي عم تترك بصمة وأثر كتير حلو بقلوب الناس اليوم رح نحكي عن غرف المصادر اللي عم يتم تطبيقها شو هو هالمفهوم؟ شو أهميته؟ كيف عم يتطبقوا قالية التطبيق والعمل؟ إضافة لأنشطة فريق عطاء التطوعي أكيد مع دكتورة راما أزرق سفيرة النوايا الحسنة لأطفولة يسعد صباحاً يسعد صباحاً كل عاماً أنا ما شفناك كل السبب كل عاماً صباحاً نحن نتعرف على المصطلح شو هو أولاً لأن نفهم كيف تطبق؟ تمام لأنه فكرة كتير حلوة وهي تطبقت فرعاً بقرارات من الدولة تمام يعني تعد بتقولي غرفة مصادر الأشخاص ما بيعرفوها بس هي يعني طبعاً إذا نحن نعرف أنه سوريا هي سباقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وكان من هاي القرارات اللي أخذتها الدولة قرارين كتير مهمين هنا ندمج الإحتياجات الخاصة مع التعليم العام واللي هو فعلاً نطبق ونفذ من الألفين واثنين وعلى مدى عشر سنين كان في تجربة لإله وكانت ناجحة كتير ومن بعدها صار فيه قرارات تانية والقرار التاني اللي هو كتير مهم استناع للمرسوم التشريعي ستة وعشرين بالألفين وثمنتاش نحنا أخذوا الطفل المعاخ كالمنغولي تغيرت سمات الهوية الشخصية وسمياً يعني سمياً بالهوية الشخصية بيموت العزمة دون هاي كانت خطوة كتير رائعة ليكون تكافؤ مع الطفل العادي وأنه هو مالومنغولي هو هاد مرض نحنا منقدر نعالجه ومنقدر ندمجه مع الأطفال الطبيعيين القرارات اللي صارت مع دمج الإحتياجات الخاصة كانت التجربة الأولى لألف وثلاثة وثمانين تلميذ وعلى مدى المحافظات كلها دمشق ريف دمشق حمى حمص روضة الأطفال بحلب كانت تجربة كتير ناجحة من القرارات اللي قامت فيها اللي هي إنشاء غرفة المصادر غرفة المصادر هي غرفة بنجمع فيها أطفال احتياجات الخاصة ومنحطها مع الأطفال العاديين بس ضمن المدارس دمش للتعليم الأساسي طبع من صف الأول لصف الخامس أضافوها كانت تجربة كتير حلوة نعمل 75 غرفة المصادر كانت موجودة ولليوم عم بتزيد يعني أنا وقت كنت بمحافظة حمص وقدمت قرطاسية كانت هي غرفة المصادر موجودة من ضمن المدارس اللي موجودة في حمص كتير حلوة لأنه هي فيها تعميم لمدومة سلوك مدومة السلوك هاي للتوعية وفهم إن الطفل المعاق هو طفل إله 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 تكافؤية وهله فرص متل الطفل الطبيعي طيب أهمية فيه أهميات كتير لليوم خلينا هاي نتوسعى شوي بشرحن غرفة المصادر أو شي لاش اخترتوا هذا الاسم يعني؟ هلأ هاي ضمن قرارات يعني قرارات الدولة وضمن اتفاقيات حب طغط طفل مصادر أنه هي حتكون مصدر لتكافؤ الفرص الاحتياجات الخاصة مع التعليم العام يعني هي كانت أنه مثل المصدر لأنه هي طبعا نصف دوام حيكون هو ما حيكون وبيكل صف بيكون طفل أو طفلين معاق موجودين ضمن الصف فهي مصدر مثل المصدر أنه هي الهم لأنه هي مدرسين طبعا خاصين بالتعاون مع مدرية الشؤون الاجتماعية مع الأكيد مع الإرشاد النفسي والتربوي لأنه إلهم حالة خاصة لحتى ندمجهم مع الأطفال الطبيعيين فهي سميت بغرفة مصادر نعم طيب خبريني كمان عن فريق عطاء التطوعي كتير مبادرات عام التم كانت خلال 2021 وهلأ مكملين أيضا بأسنة الجديدة بتحبين خبرين عن أبرز المحطات في 2021 شو محاضرين شو لح يكمل للسنة الجديدة أو فيه شي جديد عم تحضرونه هلا الفعاليات هي طبعا نحنا منعملها كل سنة بس فيه فعاليتين نحنا مستمرين فيها لأنه لقينا نجاحها على الأرض اللي هي قطع منك بتعمل فرق نحنا وزعنا تياب أواعي فيه منهم مستعملين طبعا أخذناهم ونسأناهم بطريقة صحيحة وفيه أواعي جديدة كانت موجودة على الأرض فتنا على جمعيات كتير غطينا جمعيات كتير جمعية طبعا الإسعاف الخيري جمعية حي الأقصاب عملنا مثل ستاندات واتفقنا مع هي الجمعية على العائلات أيتام بحاجة وفتحنا مثل ستاندات وقدمنا الملابس اللي هنه فعلا بحاجة عم نشوف فيك لقطات من أنشطة ومبادرات اشتغلتوا عليها شفنا من كم يوم كان فيه تقرير ضمن صباحنا أيضا مبادرة لأطفال مرضى السكري في سوريا أو شي خبرين أدي العدد؟ يعني طمننا إن شاء الله ما يكون كتير هو العدد كبير طبعا هي من ضمن الفعاليات الثانية لح نفرح سوا اللي هي نحنا جبنا بابا نويل قدموا هدايا رمزية ومن ضمنها قدمنا ألعاب أو بقدم سالة الغذائية يعني مواحد من الله وكانت مننا ضمنها هي جمعية رعاية مرضى السكر حبيت غطيها لأنها أول مرة منصلة الضوء على أطفال مرضى السكر كيف يفتشتون؟ يعني هنا بدمشق نفسياتهم بتجنن حتى في منهم يعني كانوا صغار وصاروا شباب وضلوا بالجمعية يعني في منهم دارسين طب بشري راحوا على هندسات وضلوا مستمرين حبيت الفكرة لأنه أطفال حسيا عن جد كتير حابين أنه يعملوا شيء ويقدموا شيء طبعاً العدد نحن عنا تقريباً شيء 10 ألاف في دمشق مريض السكرية يعني زينة بالفكرة بأنه طفل بهذا العمر هو عم يقدر يستوعب شو يعني مرض سكرية شو أنه هو ممنوع عن كتير قصص بحياته ومفروض يكون بيحميه دائمة شغلات اللي بيحبه وشفتي الطفل كتير بيحب السكريات البومبون هدول الأصاص يعني هلأ الجمعية رعاية مرض السكر مشكورين لأنه كتير عندهم دورات توعية وحتى نحن من ضمن الفعالية كنا عم ناخد ياس السكر لهدول الأطفال نورجياً أنه أنتوا طبيعيين أنه أنتوا عاديين هو مرض مثل أي مرض عادي بس نحن يعني متلازمين بالدواء فقط لا أكثر ولا أقل فيعني كانت كتير حلوة وحبيت سلط الضوء عليهم هاي أول مرة بيتسلط الضوء على هاي الجمعية طبعاً مشكورة مجلس الإدارة لأنه كتير عم بيشتغلوا شغل حلو دكتورة يمكن هايكي الواحد بيعمل جرد لسنوات كتير بيشوف عشو بده يركز نحن عم لايكي عم تشوفي وين في جمعيات عم تشغل للأطفال وين في مشاكل عم تكوني موجودة معهم أو وين في مشكلة الدمج اللي كانت كنتوا كمان سبب بإنه تم الموضوع خبرين بعد هايكي ما جردتوا كيف إنجازات اللي عملتوا يوم عشو حاب بيت ركزي يعني هاي الفئة من الأطفال خاصة نحن بعض الحرب نفرزت كتير فئات أيضاً هذا الدور كمان التطوعي الثقافي التوعوي حابين تشتغل عليه بالسنة الجديدة؟ أنا هذا اللي عم بمشي عليه هلأ شوفي كل مرحلة إليه شي معين بدك تمشي عليه يعني أنا ما فيني أقدم هدية وأحمل حالي وأمشي ممكن هذا الطفل بيمبسط فيها دقيقة دقيقتين بس بقو بعدين فأنا من ضمن أنا بدي شجع هذا الطفل إنه هياخد مني هدية بس بنسرعت بالدواعي بشي تاني من أسبوع عملنا بالأبتان كانت احتياجات خاصة ركزت على مديرية التعليم الكبار هاي المديرية ما لكتير مسلط الضوء عليها حبيت سلط الضوء عليها لأنه في جمعية جمعية استيراج فيها كتير أطفال احتياجات خاصة فيها ضمور عضلات فيها تخلف عقلي بسيط متوسط أصام أبكام متلعزم الدون تنوع رهيب بنفس الجمعية وبنفس المكان حبيت ضوي عليهم إنه هدول كمان أنتوا طبيعيين فأنا فيها من ضمن ألعاب ترفيهية وتعليمية أنا ما بقصد بس أن يقدم لعبة أنا فيني يبعد أي حدا يروح يقدم لعبة لهذا الطفل بس أنا بحاجة أنه يحس أنه نحن معه بهذه الفترة الصعبة فكل مرحلة إلى الشيء عم حاول يقدم فيه يكون مفيد للكل أكيد طيب بموضوع الدمج بالمدارس اليوم نحن بحاجة لكادر يكون مختص بقلب المدرسة يتابعوا على الحالات الموجودة ويقدر يكون بجوز ممكن يتعرضوا لحالات تنمر من رفقاتهم كونوا الأطفال بعمر ما عم يقدروا يتفهموا شو يعني مرحلة أو وضع غير وضعهم اليوم الكادر التدريسي اللي حتى يندمج أو الاندمج شو ما أهلته؟ طبعا هي في لجنة هي اللي بتقيم هذا الموضوع هي طبعا أشخاص من وزارة التربية من الشؤون الشماعية مثل ما هلأ ذكرت الإرشاد النفسي بيكون تقييم على الحالة لأنه بلا يكون أكيد عامل دورات لحتى قدران هذا المدرس يقدم هذا الشيء أنا بالنسبة إلي كظروف نحن هلأ عايشينا بيتطبق هذا الشيء أنا بلاقيه كتير كبير حتى لو جزء بسيط حتى لو من بعض المدارس أكيد نحن لسه بحاجة لكادر أكبر بحاجة لدورات أكتر لمؤتمرات يروح يشوف كيف عم يتعالج فيها برا بس أنا بشوف هلأ بهذه الظروف هي حركة كتير رائعة وكتير ممتازة أن نحن بهذه الظروف قدرانين نعمل هذا الشيء أكيد طب خلينا نحكي عنه هلأ أهم المبادرات يعني هلأ جاي كتير مناصبات بالسنة الجديدة خبرينا عشو هيك عم تفكري لتعملي شي جديد هلأ يعني هلأ المرحلة الثانية أنا بدي وزعها سلة الغذائية بس هي السلة الغذائية مولة الكبر هي للأطفال حدد الجمعيات معينة وحافتح هذا الموضوع كسلة الغذائية تعرف في هي الحاجة دائمة سبب الأسعار وهي فهي حاجة دائمة لمين اليوم السلحة تتوزع؟ هلأ الأطفال الجمعيات طبعا هي بتعاون مع وزارة الشؤون الشمعية دائما عندي تعاون معهم إني أنا أخد داتا شوفهم على الأرض هنا شو بي حاجة وقدم لهم فهي أول خطوة حأعملها هلأ هاي السنة إن شاء الله طبعا بعد الفعاليتين اللي نحن عمنا فيهم أكيد كمان في عيد الأم دائما بكل أجمعيات تهتم بهاي الفعالية كتير من الأطفال فقدوا أمهاتهم وعندهم هاد الحالة النفسية فكتير ضروري اليوم وجودكم معهم لتحسسوهم ولو بهكي تعباية صغيرة مثل الفراغ الأكيد العاطفي اللي عم بيعيشوه نحن كنا معهم على فكرة فاقدي الوالدين والأيتام نحن كنا معهم كلاياتهم عملنا هاي القصة ومشينا بهي الفعاليات يعني كانت بجمعية الإصعاف الخيري ولكن عند بجمعية حي الأقصاب فتنا بجمعيات كتير كنا مع الأيتام حصرا مع الأيتام كنت بدي أسألك شفنا على صفحة الفيسبوك على الجمعية اليوم في إعلان لأي حدا حابب يوم يتقدم ويتطوع ضمن الجمعية كتير أكيد حلو تعزيز هذا الفكر وهذا العمل الإنساني وأنه نحن نكون مع بعض بهذه الظروف اللي عم تمرؤ فيها البلد اليوم أي حدا حابب يتقدم شو هي الإمكانيات أو المواصفات اللي لازم تكون موجودة فيه شوفي التطوع بدي يكون عنده حس إنساني بالدرجة الأولى عنده عطاء لأن هي مدهم مقابل أدران يقدم شي حابب يقدم شي للمجتمع فأنت المعايير بدي تكون مختلفة عن أي شي تاني أنت بديك تشجعي لهذا الشب أو الصبيه اللي هن فعلا بديهم يتطوعوا كل فترة بعمل لهم مثل هيكي جروب بنعمل رحلات بحاول كون قريبة منهم لأن هذول هن فعلا بحاجة لهذا الموضوع فالمعايير هي طبعا أكيد هو قناعته بأنه يقوم بالعمل الإنساني بدون أي إجبار بدون أي أنه والله أنا بس لأنه أنا بدي أظهر أو أنا بدي أكون بالواجهة لا أنا بدي يكون عن جد يحب يتعامل مع هذا الموضوع ويقوم بدورات تدريبية ومنهنية لحتى يظلوا مستمرين ومتطورين مع الحداثة نعم دكتورة يعني بما أنه عم نحكي عن نشاطات فريق عطاء التطوعي خبرينا اليوم شو الإنجاز اللي حاطينو متحققوا بهذه السنة لأنه بعرف أنا كل سنة بتحطي إنجاز أنه أكيد وأهداف أنه أنا مثلا حكينا عن الدمش خلصنا عنا مشكلة تانية بتخص الطفولة لازم نحلها أو على القليلة نحرك وخاصة بما يخص القوانين فخبرينا في شي هيكي جديدة عم نتدسي هنقوم بس من المحافظات مو دمشق أنا اليوم كان هلا تركيزي لا أنا كان تركيزي هلا دمشق لأنه بسبب الإعياد وأنا كنت حابة استمر بالفعالية المرحلة الثانية لا أحدكم بالمحافظات لأنه عنا مقص كتير مقص والأطفال بحاجة كيف حافظات معينة؟ أهfecture حما حما حماس حلو كتير أكيد نحن نفتخر بوجود فرق مثل فريقكم لأنه نحن كتير هلأ بحاجة لتواجد أكتر من حدا على الأرض يقدم للأطفال إن كان للمسنين تعرفي الوضع ما بنا نعود نشرح فيه كتير هلأ حكينا إيجابيات اليوم فريقكم وأي فريق اليوم عم يشتغل به العمل التطوعي والتطوعي الإنساني شو أهم المشاكل اللي عم تتعرضوا لإلها هلأ يعني أنا أحكي الحقيقة وهي ما فيه الصعوبات يعني هلأ ممكن أحيانا التجاوب مثلا الأهالي إنه نحن كتل بناخد أطفالهم ممكن يكون فيه شوي صعوبة أحيانا أكيد طبعا هلأ كل المواصلات مأمنة وكل يعني أنا بشوف يعني على الأرض إنه استراتيجيا لهذا الفريق أنا ما بشوف فيه صعوبة الصعوبة عم إليك تعامل مع الأهالي ممكن الجمعيات لحتى أنت تقنعيهم هاي الفكرة يكون فيه دمج أو نحن نفوت نعمل هاي الفعالية في منهم ما لنسمعانين بالفريق أو ما عندهم إيمان بهذا الموضوع خليني يقول ما عندهم قناعة إنه ممكن يعملوا شي هاي ممكن تكون الصعوبة الوحيدة أما شي تاني لا أكيد أنا أنا بشوف ما في أي صعوبة يعني كل الأمور ميسرات تسهيلات كاملة من الوزارات تشجيع المجتمع المدني كيف يكون مع مؤسسات الحكومية أنا بشوفها هاي الفترة كتير حلوة وفيه إضاءة عليها يعني حتى بوسائل الإعلام أي فعالية بتشوف فيها على الأرض موجه الإضاءة عليها فهذا الشي حلو كتير هذا هذا يعني وعي للناس إنه كيف نحن المسؤولية الاجتماعية بدأت وكيف لازم تكبر وهذا نحن بحاجته هلأ دكتورة كتير بهذا الوقت يعني خبرينا هلأ دائماً هالسؤال المطروق إنه ممكن شي موقف عليه بذاكرتك لكن نحن اليوم لأنه أنت دائماً موجودة بالفعاليات وعم تحاولي تكوني أيضاً على تماث مباشر مع الأطفال خبرينا كمان هيكي أكتر فعالية اليوم فعلاً هيكي انطبعت بذاكرتك إلى بصمة خاصة عندك بصراحة احتياجات أطفال احتياجات الخاصة لأنه بتشوفي عندهم محبة غريبة من نوعه يعني يعبروا بالعاطف وصدق هنن ما في عندهم ما بيعرفوا الخبس ما بيعرفوا الخبس ولا الكذب فبتحسي وقتل إنتي عم تقدمينه شي هو عم يضحك بيرجعوا بيقلونا لأ بنا نرجع عيد يوم تاني أنا هذا الشيء كثير بيسعدني يعني هاي نتيجة كثير حلوة يحسوا أنه هنن عن جد نحنا نحن ما نشايفينهم عالم أو أطفال مختلفين عن الباقيين لا أنتوا طفل قادر تعمل شيء فأنا هذا كثير بيأثر فيه الأطفال احتياجات الخاصة جداً هو الطفل بشكل عام إله حالة خاصة بحياتنا فكيف كان إذا عنده وضع معين بحياته أكيد دعم كثير مهم كان منكم أو من باقي الفرق اللي عم نشوفه ضمن سوريا بدي أتشكريك لصباحك اليوم ولكل الأنشطة وإن شاء الله هيك دائماً نحنا معكم وحدكم وأنا متأكدة من هذا الموضوع عن جد القراءة الإخبارية مشكورين جداً دائماً مواكدين للحداث شركاءكم دائماً بنشر الوعي والثقافة ويمكن دائماً أنه الأسمى شيء هو العطاء فكيف إذا كان مقابل ضحكة على وجه طفل وهو أسمى الشيء بالوجود نحنا منقلك نهارك كثير حلو مثلك وأكيد موفقين بكل النشاطات الجاي شكراً لألكم كثير هي ساعة صباحكم هي ساعة صباح نورتنا